مرحباً بمعودة هنا في ماروك مرحباً بمعودة الفتبول بمعودة المغرب كما قلت قبل شكراً لك هذا الفيديو وتعطير فمك بالصلاة على رسولنا الكريم بعد أن أثارت مباراة المنتخب المغربي وجنوب أفريقيا الجدل في ثمن النهائي كأس الأمم الأفريقية وأصبحت حديث الصحفي والقنوات العالمية بسبب الفضيحة التحكيمية التي راح ضحيتها المنتخب المغربي قد نقلت شبكة أفريقيا سبورت منذ قليل أن السلطات الإفورية قد اعتقلت الحكم السوداني محمود إسماعيل لحظة وصوله إلى مطار كينشاسا بالعاصمة الكنغولية وأضاف المصدر أن الحكم السوداني كان بحوزته مليون دولار وأكدت السلطات الكنغولية أنه تم احتجاز الحكم محمود إسماعيل والتحفظ على هذا المبلغ الكبير وعرضه على نيابة الأموال العامة في الكود ديفوار وأكدت المصادر بأن الحكم السوداني قد حصل على هذا المبلغ من رئيس الكاف موتسيبي في جنوب أفريقيا وليس له أي علاقة بمباراة المغرب وجنوب أفريقيا من ناحية أخرى أعلنت شبكة أفريقيا سبورت أن مندوب الكاف في أفريقيا أعلن غضبه بشدة بسبب الرشوة التي تلقاها هذا الحكم السوداني من رئيس الكاف موتسيبي في جنوب أفريقيا من أجل تسهيل مهمة جنوب أفريقيا أمام المنتخب المغربي وأكدت المصادر بأن إدارة الكاف قد وجهت بيانا للجامعة الملكية المغربية هذا الصباح وتستنكر فيه بشدة ما حدث من جانب الحكم السوداني محمود اسماعيل وتقدم اعتذارها الشديد من المنتخب المغربي بسبب هذه الفضيحة التحكيمية وهناك أنباء عن اجتماع في هذه الأثناء قد ينتهي بعلن إعادة هذه المباراة وفي النهاية عزيزي المشاهد شاركونا رأيكم حول هذا الموضوع في التعليقات ولا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة